أدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الوزول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلا إن نصر الله قريب يسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كور لكم وعسى أن تكرموا شيئا وهو غير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شعور لكم والله يعليه منه أكبر يسألونك عن الماء أكبر من نفع الماء ويسألونك ماذا ينفقون لكم للعب كذلك نبيت الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعهدهم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى نؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعهدت ويحب المتطحرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم أن تبروا وتفتقوا وتصلحوا بين الناس والله سبيع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سبيع عليم قلوب المطلقات يتردخن بآباته وابعولتهم أحب بردهم فإن في ذلك إن أرى خافا ألا نقيما حدود الله فإن خفتم ألا نقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اشتدت تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن خلقنا فلا تحق له من بعد حتى تنكح دوجا غيرا فإن خلقنا فلا جناح عليهما أن يترى جعائر